السلام عليكم للناس اللي بتحب تجرب دايما وصفات جديدة وأطعامها مختلفة فاجربوا الوصفة دي الوصفة دي بجد تحفة يعني هي وصفة أجنبية شفتها كذا مرة على قنوات أجنبية كبيرة كنت بترددة جداً إن أنا عملها وخصوصاً إنما هي حشوتها غريبة شوية بس أنا قلت لازم أجربها كده بحشوتها بكل حاجة وأشوف طعمها إيه عشان بجد شكلها كان مشاهي جداً فأقلت لازم أجربها معاكم وتعليوا بقى بينا نبدأ على طول في وصفتنا ومتنسوش إن انتوا لو عجبكم الفيديو إنكم تعملوا لايك وكمان تشاركوا في القناة وتعملوا شير كتير ويلا بينا بقى نبدأ على طول أول حاجة كده في طبق غويت حطيت كباية من المية الدفية وحطيت عليها معلقة من الخميرة ومعلقة من الثكر كبيرة كده ممسوحة حكتب لكم طبعاً المقادير في صندوق الوصف حنقلب كل الكلام ده كويس جداً كده وننزل عليهم بربع كباية من الزيت النباتي ونقلبهم كويس جداً ونضيف نص معلقة صغيرة من الملح وبعد كده هنكون مجهزين من 3 كباية من الدقي المنخول قبل ما نبدأ هننزل بكبايتين والكباية الثالثة هننزل بيها بالتدريج الدقي اللي أنا مستخدمها دي متعدد الاستخدامات وكنت تستخدمه كمان في الوصفة دي دي أصمر اللي هو دي الحبة الكاملة هنا ده الكوب الثالث زي ما قلت لكم وننزل بيه واحدة واحدة كده لغاية ما نلاقي ان العجينة اكتفت ومش محتاجة دقيق تاني ونفضل نعجن كويس كده لغاية ما العجينة تلم معانا بعد ما نعجينها كويس نغطيها بقى عشان ترتاح أنا علشان نخمرها بسرعة بدافي الفرن شوية وبحطها فرن دافي علشان تخمر في نص ساعة بس وإحنا بنستناهج كده علشان تخمر تعالوا نجهز الحشوة بتاعتنا نجيب بصلتين كبار ونقطعهم جوانح بالشكل ده يعني نخليهم كده شرايح ما تستغربوش الحشوة اللي احنا هنعملها النهاردة جربوها للناس اللي بتحب تجرب طعامة جديدة ووصفات جديدة ولو انتو معترضين على الحشوة فممكن ان انتم تحشوها باي حشوة تاني اللي انتو تحبوه بقى يعني ممكن تحشوها بلحمة وفرومة متعصجة تحشوها بشاورمة شرايح فراخ اي حاجة ممكن كمان تضيفو لها اللي انتو تحبوه يعني ما تتأيدوش بالحشوة اللي احنا هنعملها النهاردة جبت طوصة بقى سخنة جدا وحتطفيها شوية كده من الزيت وهنبتدي ان احنا هنقلب في البصل كده لغاية ما يدبل شوية وهنضيف عليه شوية كده من الملح علشان تساعد ان هو يدبل معانا بسرعة هنقلب بقى كويس جدا كده في المرحلة دي هكون مجهزة فلفل سواء حامي او بارد يعني يعني حسب الرغبة انا حطيت حامي وبارد عشان تكون سبايسي شوية ونقلب كويس جدا طبعا الفلفل بيديها ريحة وطعم بجد تحفا الوصفة الاصلة اللي شفتها ما كانش فيها فلفل بس انا حبيت ان انا اضيفي الاضافة دي عشان بجد تفرق معايا في اي حاجة نقلب شوية وبعد كده نضيف ليها البهارات اللي بقى تنقل الطعم في حتة تانية خالص وهي عبارة عن معلقة صغيرة من البابركة ومعلقة من الشطة ورشة من الفلفل الاصمر وكمان نص معلقة صغيرة كده من الكمون ونقلب كويس جدا كده حلاقي ان البصل دبل والفلفل كمان وتشوحه كويس جدا مش محتاجيني ان هو يغير لونه كده ويقلب على بني فهو بس كده اول ما بيبيض معانا كده وبيدبل خالص ويصفر بس بنضيف عليه البهارات تتشوح شوية وبعد كده بنركن الحشوة على جنب تبرد تماما بعد كده بعد ما بيعدي تقريبا نص ساعة بتكون العجينة اختمرت بالشكل ده هناخدها بقى وهي هنقسمها على قطعتين على قطعتين كده قد بعض ونقفل كده ونلم كل كورة بالشكل ده هناخد اول كورة ونفردها والكورة التانية هنخليها في الطبق اللي احنا خنفرنا فيه العجين بس هنغطيها طبعا علشان ما تنشفش لغاية ما نخلص الجزء الاولاني من الفطيرة الرشيد بقى ديء كده فوق وتحت علشان تساعد ان المردانة او فردة العجين ما تلزقش في العجين هفردها بقى كويس جدا كده حاولوا ان انتم ما تخلوش سمك العجينة رفيع قوي يعني ما يكونش لهو طخين ولهو رفيع حاجة كده متوسطة علشان العجينة ما تتقطعش معانا هنجيب بقى الصينية اللي هنخبس فيها وحطيت ورقة زبدة علشان تسهل كده ان الفطيرة تطلع معانا بكل سهولة وهناخد العجينة اللي فردناها وهنحطها كده على ورقة الزبدة ده هنتهى شوية من الزيت وهنفردها بالشكل ده طبعا حجم الفطير اللي انتو تحبوه اعملوه ممكن تقسمو الفطيرة بدل من تعملوها فطيرة كبيرة ممكن تعملوها على فطرتين يعني اللي انتو تحبوه هنا بقى جبت جبنة متزاريلة وهنبتدي نحننحط شوية وبعد كده نحط الحشوة اللي احنا عملناها اللي هي بردت تماما ونوزحها كويس كده على كل الفطيرة بعد كده نضيف كمان شوية من الجبنة كده من فوق فوق الحشوة انا حطيت برضو جبنة متزاريلة تقدروا ان انتو تستخدموا جبنة شيدر جبنة رومي اي جبنة انتو بتحبوها كل ما هتكتروا جبنة في الوصفة دي كل ما هتكون قطعم بكتير طبعا طبعا ده للناس اللي بتحب الجبن في المرحلة دي هنجيب بقى الجزء التاني من العجينة وهنبتدي ان احنا نفرده كده كويس جدا برضو نفس حجم الفطيرة الاولانية طبعا بنستخدم الدقيق فوق وتحت علشان المردانة متلزقش ونشيلها كده بالشكل ده علشان نعرف ان احنا ننقلها بكل بساطة ونحطها كده على الفطيرة ونغطيها ونقفلها كويس جدا هناخد كده كل طرف ونحطه تحت الفطيرة علشان تكون متقفلة كويس جدا بعد ما قفلناها كويس جدا هنغطيها بفوت المطبخ ونسيبها تقريبا 10 دقايق كده تخمر شوية وبعد ما بتخمر بالشكل ده هنكتدي بقى ان احنا نعمل لها الشكل النهائي بتاعها وهنستخدم معلقة معلقة اكل عادية كبيرة وهنعملها بالشكل ده كده وفي الاخر هتكون بالشكل ده الوصفة الاصلية المفروض ان احنا ندهن الفطيرة دي بصفوار بيضة عليها رشة كده من الفلفل الاصمر بس انا الصراحة ما حبيتش ان انا اعمل كده فانا دهنت وشها بشوية كده من الحليب وهي برضو هتدي نفس اللون فانتو اللي رايحكم اعملوه حابين انتو تدهنوا وشها بصفوار بيضة فعملوا كده وفي الاخر بيكون شكلها بالجمال ده التسوية المظبوطة لها ان احنا بندخلها على فرن متسخن جدا على درجة حرارة تكون عالية جدا وبعد كده بنهدي النار شوية بعد 10 دقايق وبنسيبها 5 دقايق كمان على نار تكون هادية وبنشغلها الشوية علشان تاخد لون بتاخد تسوية تقريبا من 10 دقايق ل 15 دقايق على حسب الفرن بتاعكم يعني اولا بتلاقوها حمرت كده من تحت فبنشغلها الشوية علشان تاخد اللون الحلو ده عايز اقولكم انها بجد طلعت تستحق التجربة فعلا وطعمها في منتهى الجمال والروعة وفعلا طلعت حشوة البصل بجد جمدة جدا للناس اللي بتحب طعم البصل الناس اللي مش بتحب طعم البصل فحاولوا ان انتو تستبعدوا الحشوة دي خالص واستخدموا اي حشوة تانية انتو بتحبوها وبتفضلوها وبس كده عايز اقولكم انها بجد خلصت على طول يعني اول ما طلعت من الفرن مستنيناش حتى انها تبرد من جمالها انها تتاكل كده وهي سخنة والجدنا لسه بتمط فيها كده وبجد طعمها كان خطير واظن ان انا هعملها تاني كتير يعني فانتو كمان جربوها وما تنسوش ان انتو لو عجبكم الفيديو ووصلتوا لغاية هنا فعملوا لايك وكمان اشتركوا في القناة عشان تشوفوا ان شاء الله دايما كل جديد وبس كده ودنتم في حفظ الله ورعايته مع السلامة